تطورات ميدانية متلاحقة على الساحة الأوكرانية في اليوم السابع عشر من العملية العسكرية الروسية وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تدمير مطار ومركز الرئيسي للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية للجيش الأوكراني في منطقة بروفوري وإجمالاً كشفت روسيا عن تدمير 3491 من منشآت البنية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العمليات العسكرية من جانبه أعلن الجيش الأوكراني عن استمرار قصف وحصار ماريو بول وكييف وخار كييف وسومي وتركيز القوات الروسية الهجوم عليها فيما كشفت وزارة الدفاع البريطانية عن استمرار القتال شمالي غربي كييف على بعد 25 كم من قلب المدينة ووفقاً أيضاً للدفاع البريطانية يركز الجيش الروسي من هجماته على مدينة دينبيرو بالصواريخ والقنابل وفي تطور ميداني آخر أعلن مسؤولون أوكرانيون بقيام جنود روس باختطاف عمدة ميلتوبول جنوبي أوكرانيا أما على الأرض تم إجلاء أكثر من 80 ألف أوكراني منذ فتح الممرات الإنسانية في أربع مدن أوكرانية من بينهم 7000 شخص يوم الجمعة